ومناسبة بقى الاكتئاب وفصل الشتاء بيقولوا ان الناس تكتئب في فصل الشتاء لكن فيه اكتئاب رياضي معقولة يعني فيه بطولة كاز العام اللي كلنا تابعناها وفيه لها وضع كان مكانة مختلفة عند الرجالة بالذات يعني اللي بيكونوا حافظين جدول المباريات هيعملوا فيها ايه ومتابعينها لحظة بلحظة وبيستنوها كل اربع سنين بشغف ومهتمين بيها بشكل كبير جدا جدا خبراء الصحة النفسية حول العالم تشفوا عن تعرض عدد ضخم من متابعي كاز العالم لصد ما سموها باكتئاب نهاية المونديال دي حاجة اوما انا نسمع عنها الحقيقة طبعا ابرزهم من الرجالة بيشعوروا كمان يعني من الرجالة مش ستاب بيحسوا بايه؟ حسوا بتكاسل واكتئاب بعد انتهاء فعاليات الحدث الرياضي ده الاهم وده بعد تعودهم طوال شهر كامل على متابعة مباريات كاز العالم وخصوصا لما كان بيقعد بقى في الكافيات برا مع صحابه فعنده مساحة كده من الحرية فلازم يكتئب وانت بتكتئب بعد المسلسلات ما بتنتهي وتتعليق بمسلسلات الخمسين حلقة والستين حلقة والحاجات دي برضو بتكتئب انا عمري مربط نفسي بمسلسل ستين تمانين حلقة انا زيك انا مش هربط حياتي بمسلسل اه ولانا اه يعني حاجات اللطيفة مضغوطة كده شوفها كابسولة مرة واحدة بس باللسبة بقى من وضوع الرجالة دول طب ما احنا عندنا حلول يعني هو دايما عادة بيبقى حطت الجدول بتاع المباريات حطه على التلاجة مثلا او حطه في القودة او حطه في الصالة اي مكان يعني على الترابيزة حفزوه مش دي قصتنا انتي هتشيلي او على الموبايل طبعا انتي هتشيلي جدول المباريات وهتقوم يمسقطها مكانه جدول تاني خالص بنفس المواعيد بنفس الطريقة يلا هننزل نروح القهوة نلعب دورين طاولة وهغلبك فيتحمس اه في نفس المكان اهو يعني في نفس الجو ايوه يلا نروح الجم مثلا مع بعض عشان انت بيحتاج شد اليومين دول انت بقى لك فترة ما روحتش ما تترقييش على منظره اكيد مش هتعملي كده عشان هيضرب وشك مثلا تعالي بقى يروح ده فيه بقى مكان بيعمل عشا جميل جدا تعالي بقى ان احنا نتعشى في الاجازة مثلا تعالي بقى ننزل نسمع شوية اغاني هو عايز اصحابه عايز اصحابه تاني زي مكان ما هو هيروح لصحابه عايز يروح لصحابه ما تمنعهوش ان هو يروح لصحابه لا ولو ان بيبقوا اصحابه ستات ورجال عشان تبعارفين اللي الاول كان بيتفرج على الماتش في قهوة بقى بسيطة قبل الكفادي ما تطلع في مصر فكان بيبقوا رجالة دلوقتي رجالة وستات وبتشيكين انا بشوف العربيات وقفة قدام الكفادي ساعة الماشيات ايه على سنجة عشرة يرجع بقى يلاقيك يلفها الميزنبلي بقى تنزل معها طيب تنمى رجالة وستات رجلها على رجل وتنزلي معها فين المشكلة حبي كورة لعبي طولة لعبي شترنك حبي جوزك ما اشوفي هو بيحب ايه وحبيه انت كمان ايه المشكلة او بسيطة اوي اربطيه بمسلسل زي ما مونة قالت ودشت مثلا بتحط مسلسلات جميلة جدا ولذيذة ومشوقة جدا هو هيرتبط بالمسلسل فشوية 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 حاجات وقعدت فراجع على المسلسل سوي خلاص اهو شلنا المباراة قطنا مسلسل عادي او بيقولوا برضو فيه واحدة كانت متابعة المسلسل جامد وكان جوزة مش عارف يكلمها وبعد كده ابتدى هو معادي يقولها عمله ايه بقى وهو شاف كل يوم او هي بقى تبقى زكية شفت ده في حلقة المباري حصل حاجة كنفسي تتبعها معايا بصلا فانت بتشدين حاجة تانية بتلاقيش يعني ليه حال ان شاء الله اوه زي ما انت بتقولي خبراء الصحة النفسية قالوا كمان ان احنا ندور عن انشطة وهويات زي ما انت قلت كمان غير الهويات اه اه ايه تاني الانسحاب من شعور الاكتئاب ده اللي انت بتحس به وتملى فراغج طويل زي ما ايمان بتقول طيب الستات عليها دور زي ما ايمان قالت في علاج حالة الاكتئاب اللي بتيجي الازواج دي ان هم يشجعوهم على هواية ويحاولوا يشاركوهم انا انا عارفة ان الست مهما حاولت هو بيباعيز يفلق اسم البيت يعني خلاص يعني زي هاي روح يخرج برة ويجي شوية مش مشكلة سيبيله برضو نفس المساحة وما تضيقش عليه هو هيرجع تاني طبيعي مع الوقت ان شاء الله تاني